عاقب انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب الأوروغوي وانتهت لصالح الأخير في ملعب ساوباولو أريناء شهدت شوارع العاصمة الاقتصادية البرازيلية ساوباولو احتجاجات عارمة شارك فيها ألاف البرازيليين الذين طالبوا بتخفضات في أسعار وسائل النقل العام المحتجون قاموا بتحطيم سيارات فاخرة تابعة لأحد المحلات التجارية كما أحرقوا العجلات المططية وألقوا القنابل الحارقة على رجال الأمن الذين ردوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم المتظاهرون الذين اشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب البرازيلية نددوا بالمبالغ الباهظة التي صرفت من أجل استضافة كأس العالم فيما يتضرع الملايين جهعا